اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مثل ما نعرف وتعرفون جميعا أنه أهم ما يميز الشعب المصري هو ما يسمونه خفة الدم يعني قدر على أطلاق النكتة أو القول الساخر بشكل عفوي ويكاد الشعب المصري كله يفعل ذلك بشكل طبيعي لا يحتاج إلى تمثيل أو لا يحتاج إلى صناعة في حديث هم أنت تستمع إلى هذه المقولات وهناك كاتب معروف مصري يعني اسمه هو صحفي مصري معروف اسمه جلال عامر ولقبونه بأمير الساخرين هذا ولد عام 1952 في عام 2012 رحمه الله وله كتب معروفة في عام 2009 صدر إلى كتاب مصر على كف أثريت واستقالة رئيس عربي ويتميز بأقوال الساخرة عندما تقرأ أقوال الساخرة وهي كثيرة جداً جداً يعني ربما آلاف الأقوال الساخرة استقرأ منها الكثير ما ينطبق على واقعنا في العراق حقيقة وأنا قرأت منها واختاريت مجموعة ممكن أن نقرأها اليوم ونطبقها على واقعنا الحقيقي المزري والكارثي في العراق يقول هذا الكاتب الذي يسمى جلال عامر ويلقب بأمير الساخرين يقول أن المشكلة واحدة من المقولات يقول أن المشكلة ليست في أنه لا يوجد حل ولكن المشكلة أنه لا أحد يريد الحل وهذا في العراق انطبق على يعني الكل يعرف أن المشكلة وين حلها؟ المشكلة في العملية السياسية هذه مشكلة بنيوية في أصل العملية السياسية بنيت على المحاصصة الضائفية والعرقية وهي مشكلة أو مصنوعة للفساد والخراب والمنافسة والقتل والذبح ولتخريب العراق ولرعاية مشروع احتلال وتدمير العراق إزالتها تعيد العراق إلى وجهه وتدفع بحكومة وطنية تدفع شعب العراقي تأسيس حكومة وطنية ونظام وطني يستطيع أن يخدم بلاده فهي بالتالي الكل يعرف الحل لكن المشكلة أنه لا أحد يريد الحل أقصد من السلطة وليس الشعب الشعب سيحضر هذا الموضوع وسيأتي ثور تقادمة إن شاء الله يقول أيضا من مقولاته المهمة غياب الأمن يصنع الفوضى وغياب العدل يصنع الثورة وهذا واقع الحال الحقيقي لكن عندنا في العراق غيابات مركبة نحن غياب سياسة غياب أمن غياب اقتصاد غياب عدالة غياب قانون غياب كل شيء غياب الحياة غياب الحقوق فبالتالي الثورة بالتأكيد على الأبواب كانت لها تطبيقات على الأرض وآخرها ثورة تشرين عام 2019 وستأتي الثورة لا محال لأنه كل شيء غايب والوطن غايب لذلك كان ينادون ثوار تشرين نريد وطن لأنه الوطن غايب ويعرفون أنه استرداد هذا الوطن لا يأتي إلا بالثورة يقول أيضا هذا الكاتب يقول الأموال المهربة يتحدث عن الفساد وهذه موجودة في كل مكان وإحنا في العراق نعاني منها يعني أكثر من ألف وخمسمائة مليار دولار تريليون ونصف مليار دولار جاءت موارد للعراق من عام 2003 لحد الآن والعراق يأسوأ حال وكارثي وشعبه أفقر شعب في الدنيا لا يمكن يقول أنه الأموال المهربة مثل الأسلاك المكهربة ممنوع الاقترابة والتصوير وهذا واقع الحال كل الشرفاء ولا أقول من يدعون يعني في العملية السياسية عندما تقرب الانتخابات تسمع هناك تحدثون عن الفساد كثير من السياسين لتبيض وجهه ولمحاولة التقرب من الناس ومن الناخبين وهذه كذبة كبيرة ومعروف هو فاسد وهو جزء من ماكنة الفساد لكن أنا نقصد شرفاء الذين يصلون إلى ملفات الفساد يفتحون أبواب لقراءة ملفات الفساد يقعون في دائرة الخطر وهذه ما يسمونه منوع الاقتراب أو التصوير هذا في العلاقة يقول أيضا المشكلة أن الممكن إليهم حل مشكلة الوطن هم أنفسهم المشكلة وهذا واقع الحال أيضا من يدعون أنهم سيذهبون إلى الإصلاح إلى بناء الوطن إلى الازدهار إلى بناء سياسات جديدة هم أساسا من خربوا البلد هم من صنعوا هذه السياسات ومن رعوها منذ عام 2003 إلى حد الآن كل الأحزاب وكل كوى العملية السياسية هي المسؤولة عن كل الخراب في العراق لكنها هي النفس التي تحدث عن سعادة المواطن وعلى أمن المواطن وعلى أمن العراق وأنها ماضية إلى صناعة إصلاح والنهوض بالعراق كيف تنهوض بالعراق وأنت أداة للتخريب لا يمكن لأداة للتخريب أن تصبح أداة للبناء هذا واقع الحال وهذا ما يشير إليه يتحدث عن المستشفى يقول المستشفى الخاص هو المكان الذي يفقد فيه المواطن النقود هذا واقع الحال أنت تذهب في العراق إلى أي مستشفى خاص ممكن أن تجد العملية الجيدة العلاج الطيب الدواء الطيب وتشفى لكن تذفع نقود ربما تبيع بيتك وتبيع ملابسك وتبيع كل شيء من أجل شيء ربما هو بسيط أو مخترع من عده هو مرض بسيط لقضاء عليه ويقول أيضا لكن المستشفى العام هو المكان الذي يفقد فيه المواطن حياته تلك يفقد فيه المواطن نقودة وهذا يفقد فيه حياته وإحنا في العراق هذا التطبيق صحيح جدا مستشفيات الحكومة من يدخل إليها مفقود ومن يخرج منها مولود فيها باب يوم باب رئيسية يدخل منها المريض وباب خلفية يخرج إلى المقبرة هذا واقع حال المستشفيات لم تبنى مستشفى واحدة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن والأموال كلها تسرق يقول أيضا أن كل المسؤولين وهذا تطبيقاته موجودة عندنا في العراق الكل من يتولى منصبة يقسم بأنه سيسهر على راحة الشعاب وعلى رعاية حقوقه دون أن يحدد لنا مثل ما يقول هذا الكاتب الساخر جلال عامر اللي لقب بأمير الساخرين يقول دون أن يقول لنا أن يحدد أين سيسهر وإلى أي ساعة هم يقولون هذا يقسمون في العراق على السهر على حقوق المواطن لكنهم يسرقون المواطنين ويسرقون بفلوسة ويبنون بيوت ويأخذون عمارات ويأخذون مصالح بفلوس المواطن العراقي ويعيشون عيشة رغيدة والمواطن يعيش عيشة الفقر والعازة والعوز والقهر والمرض يقول في هذه الأيام إذا أردت أن تبرئ متهما فشكل له محكما وإذا أردت أن تخفي الحقيقة فشكل له لجنة وهذه التطبيقات عندنا بالعراق يعني ما بعتها تطبيقات واضحة المجرمين يدخلون إلى المحاكم ويخرجون أبرياء قاتل وارهابي وغيره وسارق وميليشياوي وكل لا دلائع هو الكثير من التطبيقات الكثيرة القضاء يضرأ وخفاء الحقاق يعني من عام 2003 إلى حد الآن كم لجنة شكلت هذه الحكومة مئات الآلاف ربما ملايين اللجان شكلت من أجل تفجير هذا والقتل هذا وضياع أموال هؤلاء وتهجير هؤلاء وسلب هؤلاء وقضايا كبيرة من اللجان يعني اللجان تحتاج إلى إلى مدن كاملة بس فايالات حتى تتخليها فيها لكن وين نتائج لا نتائج إذا أردت أن تغيب حقيقة شكل لها لجنة هذا أوقع الحال في العراق في آخر مقولة ربما الوقت لا يتسع أكثر يقول أن شبكة الفساد في البلاد أكبر من شبكة الصرف الصحي هذا فعلا في العراق شبكة الصرف الصحي عندنا مزدودة وتطفح أبو الشوارع يعني مياه الآسنة ومياه الصرف الصحي الثقيلة لكن شبكة الفساد أكبر حقيقة وسالكة والكل يرعاها والكل من الضفة لكي تمشي بها الأموال الفساد والأموال الحرام هذا واقع الحال الحقيقة ربما يعني هذه بعض من مقولات التي تنطبق على واقعنا وعشرات الآلاف من مقولات التي تنطبق على واقعنا لأن واقعنا فيه من التناقضات الكثير وفيه من السخرية وشر البلية ما يضحك ألقى يكون في حلقة أخرى إلى ذلك الحين السلام عليكم